ربنا أخليك أنا أعرف أنا ما عقودش مع أي لعيب تمام غير لما أقول له مثلا من اللي دايقك في الملعب كان لعيبة المدافعين تحديدا يقول ليه محمود عبدالحكيم محمود عبدالحكيم أنت كنت بتدائي لعيبك في الأول لا لا والله بالعكس عايز أقول لك كل اللعبة اللي كانت في جيلنا كان كلهم جمدين جدا يا كريم والله يعني أنا بشوف اللعبة دلوقتي أسهل بكتير من الوقت بتاع عشان زمان كان في لعيبة أجمل المواهب كانت أكتر أكبر بكتير وبعدين كل فرقة كنت بتلاقي فيها أقل حاجة تمانية تسعة جمدين جدا أي فرقة كل الفرقة لا 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 كل الفرقة كل الفرقة يعني مثلا أعديك مثال مثلا حرص الحدود كان أحمد عيد عبدالحك أحمد عبدالحكيم 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 حاني سعيد أحمد حسن مكة حمد حليم حليم الحردة حتى جول كواميني ومحمد ميكل وميكل باكليفت لا لا في ناس احنا كمان ناسينها يعني أنا واصل كابت عم حميد واسيوني طبعا لا في لعيبة كتير وكابت نشام حانف ومحمد كامونة صح لا كانوا فرقة جامدة جدا مثلا أبديك ولو جيت أمبي نفس الكلام بترجيت بترجيت دي اللي كانت فرقة رائبة كان فيها ميبة كيف وليس لما طبعا عدى عليها كان ميبة عدى عليها كان وليد سليمان وسامة محمد عمر حسن محمود عبد حكيم محمد شعبان محمد شعبان سيد حمد علي إبراهيم إيريك بكوي محمد كوفي مش عايزة نسى حد والله إذا احنا كنا في رقة جامدة قوي عسألك سؤال كده في الأول جيب بالي دلوقتي من لعيبة في جيلك أو حتى في دلوقتي أو حتى قبل جيلك لعيبة شفت إن هي ما خدتش حقها في الشهرة والانتشار والصمعة واللعيبة كده كانت جامدة جدا حد حريف يعني حريف ما خدوش حقهم بس اللي أنا دايما بقول الكرة ظلميته عمر سماكة عمر سماكة عمر كان حريف أوي 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 يعني الكرة ظلميته هو ظلم كرة يعني وكابت عب سطر صبر طبعا بس عب سطر صبر كنت حقه لا مخدش حقه والله ولا ربع حقه مع المتتخب واحتراف لأ هو هو لعب في بمفيكا فترة وبعد كده الدنيا يعني أنا كنت بشوف أنه لازم يلعب فقندي أكبر من كده بكتير كان عنده ممكانيات مش طبعي كان حريف وسريع وإيجابي أنا بشوفه أحرف واحد يعني دايما بقول أنه هو أحرف حد أحرف واحد في ناس أنا ما حضرتهش أنا ما شفتش كابت حمد عب لطيف طبعا يعني ما لحضرتهش أول تفرقت على حاجة بسيطة نشوف فيديوهايد لكابت الحمد كاللعب كبير طبعا بس أنا للأسف ما تفرقتش عليه مشوفتش أحرف من عب سطر صبر لا ما شوفتش حد أحرف بص كابت عب سطر صبر وكابت حزم إمام أنا بشوفهم دايما وكابت واليد صلاح الدين بشوفهم أنهما يعني أجمد ثلاث مواهب في مصر لما بتقول مواهب حرفانة عشان بسي في ناس يقول لك بس ده كان بيلعب أحسن وده انت تتكلم على الحريف اللي هو واحد يعني أنا ممكن أشوف أن مثلا 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 الكابتن حازم أحرف مثلا من الكابتر عب سطر بس عشان أنا هو شبهي في القرآن بحبه وحد تاني هيشوف الكابتر عب سطر أحرف وحد تاني هيشوف مثلا الكابتر ليد صلاح الدين أحرف كل هما في الآخر كلهم حريفة بس انت بتحب اللي شكلك صح اللي شبهك بتاسبت كلمة النهاردة بواحد صديقي زمان أحمد كانوا علام الشاطر جدا كانوا من ناس الجميلة في الكرة ومثقف جدا كنا منتكلم على فكرة لعيبة برازيليين كانوا حريف نتكلم على دينيلسون ورنالدينيو نتكلم على ريبالدو كل واحد باب يحبه واحد ورنالدو البرازيلي طبعا المهاجم طبعا رنالدينيو وريبالدو لا لا كان فيه دينيلسون أكيد لا لا أنا عايز أقولك كان فيه واحد جامد جدا جدا كان بلعب في ديبرتيفو تقريبا كان جناح لكن بلعب تحت أنا هفتكر ده أنا بحبه جدا أنا يعني اسمه جونينيو مثلا لا 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 طمعا مش كواكا أنا بحبه في الكرة لا لا ده كان رهيب كان رهيب مش طبيعي ده بقى ما خدش حقه خالص يعني ما يقلش على كل الأسامي اللي احنا قلناها هفتكر لك اسمه وإحنا حاجة في الكرة صعبة جدا كان خطير جدا وديبرتيفو وهو عمل معهم حاجات كتيرة جامدة بالمناسبة في المقدمة اللي كنت بقولها لما نعد اللعيبة الحريفة دلوقتي على فجأة في مصر وبرا مصر تليها بقت صعبة أو الحريفة ده اللي أنا بقصت بالله هو واحد ضد واحد أنا دايما بقولها كيما أنت قلت حاجة جميل أوي في مصر وبرا مصر هي المواقف في العالم كلها قلت بس هم في أوروبا بيعوضوا دي بالسرعة والوقف الصح والتاكتك الكرة بقت ميالة للسرعة والقوة أكتر من المهارة بس في الآخر لو في واحد عنده مهارة بيتفوج بدليل أنه ميسي لحد العمر اللي هو فيه دوت هو أميس حد إحنا بنشوفه مازال بيأخذ حسن لها في العالم فأنا دايما بيشوف أن المهارة بتتفوق بس الكرة تطورت كتير جدا يعني السرعة والقوة بأهم عنصرين في الكرة دلوقت فالمواقف في العالم كلها قلت انت وقتك اللي هو وقت من مبارح يعني مش وقت من زر لا بس هي الكرة يعني تطورت كتير جدا وطرق اللعب اختلفت كمان مية في المال اللعيب الحريفة كابتا المحمود يقول له مثلا إيه ما ترجعش الدافع أنا عايزك قداما مش أي مدرب خلي بالك يعني انت دي كان بتواجه يعني ربنا ما بيدي لكش كل حاجة معظم اللعيب الحريفة ما بتعفش الدافع صح معظمها يعني صح ربنا ما بيديش لحد كل حاجة صح فانت بقى ها كان فيه لعيبة يعيني بتتظلم اللي هي ممكن تقابل مدرب هو أصلا ميوله ومش هجومية فيقولك لازم تدافع أو طريقة اللعب مع المدرب ده تظلمه بس أنا في الموضوع ده كنت محظوظ جدا جدا يعني كان دايما ربنا بيوقعني يعني أنا مساء عادت فترة كبيرة مع الكابتون مختار حاجة يعني ممتع اللي هو بيليك استمتع بالله لا 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 ممتع الكابتون مختار كان يلاقيني مساء يعني ساعتنا مكتوخ أخو ببالي مسكوا تلعيب لي يقول لي واحد على واحد عارف الحاجات دي فوت مش عارف ايه بتديلك ثقة في نفسك وفي حد بقى أنا اتمرنت معه في مزارع دينا كبت محمد عب سميع والله العظيم الراجل ده اتظلم ظلم في الكورة في مصر انه هو ما بقاش حاجة كبيرة في عالم التدريب في مصر الراجل ده كان رهيبة تاكتك و فنياته كانت عالية جدا كان بيدير المطشط بطريقة يحببك في الكورة يعني الراجل ده أثر فيها كتير جدا